بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب الصف الخامس درس القواعد لهذا اليوم هو مصدر الفعل الثلاثي بداية سنتعرف ما معنى كلمة مصدر كلمة مصدر تعني هو اسم يدل على حدث لكن هذا الحدث غير مقتر بزمن لا يرتبط بزمن مثل الفعل الفعل تحدثنا عنه بأنه ما دل على حدث مقتر بزمن لكن المصدر يدل على حدث لكن هذا الحدث غير مقتر بزمن ما معنى هذا الكلام سنوضحه من خلال الأمثلة التالية يفرحوني نزول المطري يفرحوني نزول المطري نبدأ بالمثال الأول كلمة نزول نزول بداية هي اسم وليست فعل إذن هي اسم هذا الاسم ارتبط بحدث وهو بحدث نزل بحدث نزل نزل أقول نزل 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 أخذ هذا الاسم من الفعل نزل من الفعل نزل ونبحث في الفعل نزل نجد أنه فعل ثلاثي لذلك عنوان درس مصدر الفعل الثلاثي إذن أقول نزل نزول إذن نزول هي المصدر وهو الاسم الذي يدل على حدث لا يقترن بزمن المثال الثاني أحب ممارسة الرقد كلمة الرقد هو اسم أخذ من الفعل ر ك ض أخذ من الفعل ركض وهذا الفعل ركض هو فعل ثلاثي إذن أقول ركض 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 نريد أن نفهم أن المصدر لا يقترن ولا يرتبط بزمن نأتي إلى المثال الذي يري سمعت زئير الأسدي كلمة زئير زئير هي مأخوذة من الفعل زأرا والفعل زأرا هو فعل ثلاثي زأرا فعل ثلاثي نجد أن زئير هي مصدر للفعل الثلاثي زأرا نأتي إلى نبح الكلب نباحا إذن كلمة نباحا أيضا هي المصدر هي المصدر أخذت من الفعل الثلاثي ن ب ح نبح وهنا يهتم الفلاح بزراعة أرضه زراعة من الفعل زا راعة أيضا فعل ثلاثي سهول الأمر سهولة هذا هو الفعل الثلاثي سهولة 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 الآن نأتي إلى كيفية معرفة المصدر كيف أعرف أن هذه الجملة تحتوي على مصدر أضع سؤال السؤال هو ما عملية الفعل ما عملية الفعل عملية الفعل تكون المصدر إذن عملية الفعل المصدر أقول قرأت الدرس قراءة صامتة ما عملية الفعل قراءة قراءة عملية الفعل قراءة قراءة وكذلك ما عملية الفعل كتب كتاب ما عملية الفعل درس دراسة وهكذا عملية الفعل زرعة زراعة عملية الفعل نزل نزول عملية الفعل زأر زئير عملية الفعل ركض ركض وهكذا هذا كان درس مصدر الفعل الثلاثي اشتركوا في القناة